حلّ عنا وقفة كتير أساسية كتير مهمّة ومش معقول إجي عهاد المنطقة ما روح زيور ستسالة بيت مريم وات ألس يلا بيت مريم من المطعم حتى على البيت تنعمل طبخات تقليدية قديمة وكيفي نستعمل الفول بغير الطريقة المستعملها ومن كلها بالمطعم It's full time again أنا هون بجع البيت بس أخبركم بجع بيتي فهلا هون خليعرفكم عنا بيتي وطولة الصفرة المطبخ جوه والأجواء الحلوى وجايين نطبخ عندي بالبيت أهلا وصهلا فيكم فضران أنا كمين كتير هلو 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 هاي هاي انت مطعص البصماس مطعص البص شفارة هاي مطعص نبطل فيه هاي نيجاره ستة الستات يسعد صباحك بونجور بانتظارك شو رح نعمل اليوم؟ يو رح نعمل صحن فول ع السريع هون بعدين رح نكمل بشغلة ثانية بس كله بالفول ماما شو كانت تعمل نحط مع حمص حب وهذه نحط عليه ماء أنا ربة بيت اسمي سلامة أملة ثلاثة أولاد تعلمت الأكل من ماما بكل حبها لكل إشي بالمطبخ كان وكتير حبيت زيها ودائما كان عندي حلم أنه أقدر أعمل زيها ومش سهل أنك تتقمص شخصية من قيد وزيد كيف تتعامل معانا كيف بتطعمينا كيف بتطبخ كيف بتجربالها علينا ومن أنا صغيرة شو أقول ومسجلتهم كنت عن جذة كأنه حاطة دفتر أنا بس أكبر رح أصير زيها أنا بس أتجوز رح أعمل جوز زيها أنا أتجوز أنا أتجوز أنه بحلب بالله أنه كانت كلها هاي الممريز عم تخبطين إها بدي أعمل زي إني نفس الطريقة كيف لما بتقوم على المطبخ بتلبس مريولها كيف لما بتبلش تفرم السلطة ما رح أخلي حدا يساعدني التقطيع السلطة فضلت هاي كلياتها محفورة بعقلي لكبرت وكتير تمسكت بأغراضها عشان أعمل إشي تحت إسمها أنت متعورتنا دائماً الفول يكون بتاصر أرفت علي بأي بلد لما رحت عمصر كمان بطاصة فول لما رحت على لبنان برضو بطاصة كانت خالص صبح يعطينا طاصة وهو شعند الفوالي عبيلكن إياها فول فبحثها أكتر من السلحن المكتوب إذا جيت أنا سألتك قلتليك فول وبتلي تذكري فول وطفولتك طبعاً شو تذكري الجمعة العيلة بتذكر فول بي الصبح يوم الجمعة تحديداً كان هولي عاصح الفول بتذكر اللم الحلوة بتذكر ذكرات البسيطة اللي ما في بعد مثل هلا بتذكر أمي بتذكر ستي تنجرة الفول تتوزع على الحارة كل الجيران بدي أعيز إنه كل الجيران نبعت لون صحن الفول بالمقابل يبعتون لها يعني يا فلافل يا حموذ ذكريات كثير حيبة طبعاً طبعاً بمادة أو طبعاً سهل يوصل لكل بيت عن جد برمضان على الإفطار صحن الفول على الطاورة أكلت الفول بأكتر من بلد شو تتذكري من الفول حسب البلدة؟ ببلاد الشام ما حسك فيه كثير فرق إمكان إشي مهروس أكتر إشي حب أكتر بذكرني بساحن الفول كثير كثير بيعنيني بحار تحريك في محل كان رائع كنا نستنى بالطبور لنقدر يطلع لنا دور لنعبي ونأخذه معنا ونظلنا حامين وطول الوقت خاكين ينكب مننا بمصر زاكي بس مختلف عنه تحبيشته مختلفة بيقله بصل اللي كتير حبيته اليمني كتير رائع خاصة مع الخبز التميز اللي أنا بحن له هالصحن صراحةً بناكل 28 يوم فول ويومين لحمة أنا عنصر كتير رئيسي كتير رئيسي بيغزي كتير بيعتيك حرارة بيعتيك أنرجي تبضلك واقف على أجريك كان العالم شو كانوا كلهم تشتغلوا بالفاعل لأنه وسأل فاعل أنك تروح على الحقلة تتمكش على البنة المعمرجة فقد بدو الشي يقيتو فترة طويلة والإمكانيات كديش كانت بس كانت ممتعة بايدو لما يصير مثلا في تلجي أهم إشي الأم شو تسأل عنه أمره ماما جيب لي خبز وجيب لي 2 كيلو فول أنقعهم لما بنمره بظروف اقتصادية الفول لما بنمره بظروف سياسية الفول أكتر من الحمص أكتر من الحمص الحمص بنعتبره شوي نقاها أكتر كلاس أعلى بس الفول لا الفول للكم هالمحل هاد سر له هلأ السن الرابعة بيت مريم بيت القرن بحبه من عيدي كل زاوية صار في بي هالمطعم إلها ذكرى وإلها الممرزة كتير حلوة عندي بجماعت بعالم كتير تعرفت على ناس كتير تعرفت عليك أمثني من خلال بيت مريم تعرفت على محبين عائلتي كبرت فيهم بستفقدهم وبستفقدوني دايما بعتبر حالي أم لكل واحد بيفوت على هالمطعم وعن جد زي كأنه ابني بغض النصر عن العمر أو أي شي تاني أو عن المكان أي حدا بيفوت لهون كأنه ابني من قلبي من جوا كلمة تفنيلي بتقوليلي سكوت أنا عم بحكي بدقلك شي وبتقوليلي قدش متحبيني وبتقوليلي قدش متحبيني وبتقوليلي شو بعمل بديقلك بس أنا خليني أحكي الفول فول الفول فول والطحينة طحينة والبندورة بندورة مكشو هالسر تواحد بيحط شي بقلبه وما عم بعرف شو هو بتاكلوا لقمي بتحسوا بتشعر بدنكم بتحسوا شعوركم عم بيتحرك بتحسوا لحد دمعو مش معقول مش معقول مش عمل تحركتين لعبت فيهم مش معقول كل الشرق اللي إلا نفسها إلا added value كل التكستور كل الفلايفور أرشي من هون سموذس من هون سويتنس من هون أسيدتي من هون حامض من هون مش معقول مش معقول بتاع بيكم تلاحصوا شفيفكم وتقولوا بدي بعد لقمي وغيرة 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 من هنا الصحنة الفول الرائع يلي فول اف اموشنز من فل المطعم هون من روح لعنس سد سلام عالبيت وطئت أنت كانت ويت اذا أكلت المطعمة كيف أكلت البيت؟ ألوات والله طبخات تقليدية قديمة وستة سلامة تخلو برنا كيف تعلمتهم من أمه وكيف مهمين بالكولتشر طبعا سوبر اكسايتن إذا بالمطعم الأكل هيك ومع كل الشفية والإندوستر الكيتشن كيف بالبيت؟ فول الأخضر موسم مش بيطلع بفترة كتير معينة وبتعرف كيف كانوا ببلادنا زمان كل موسم بموسم عفرد موسم الفول نضلنا ناكل فول طول أشهرين والحلو بالفول بتفرز لسنة خدوها قاعدة الفول لو تتفرز صح بتفرز لسنة ما بيخرب أبدا 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 طول ما ماما كانت تتحضر الفول بتتحضر بكميات كتير كبيرة فوا إحنا ماما شو بني كتتتعامنا يلا هلا بعملكوا شوية فول وبيت فأن هاكل فول البيت اليوم هنيعمل فول ببيت شو قد يدا أعاكل اليوم؟ يلا هلا بعملكوا مقلوبة فول انه شي عظيم كمان شو اليوم؟ يلا بيكون دل شوية فول من البيت او ده الفول مقلي على جنب هلا بعملكم صح نفتت فول غير شكل اخضر الفول الاخضر اللي هو اليوم وجبتنا الرئيسية منه اللحمة مفرومة للفتة خبز للفتة كمان هذا رح نعمل جنب الفول سلطة خضرة هي عبارة عن لفلاحين خيار وبندورة وبقدونس عادة منحط لبصل بس عشانك ما رح نحط بصل عنا طحينة عشان نكسر اللبن ملح وهي البهارات اللي بيكون بيت موجودة تلت الاسود وقتفة سبعة بهارات نعنع يابس بابريكا لوز وسنوبر بيد عشان نعمل بيد بالفول كزبرة خضرة للفول اللي مقلب زيت وللفتة كتير طيب زيت دورا زيت زيتون وانا بستعمل سبب موسيقى طلع طلعك بعمل تدوب بالا سنين بالا شيء رح نبلش نقل الفول طلع حتاكل عشي كتير قوي روق روق مش هتفهم علي إلا ما انت تاكل طلع طلع يلا إلك رح نصاقت رح نصاقت رح نصاقت الفول طلعت يلا جيد جيد الزيتون بيعطيناكها كتير قطيب للأكل إذا حطناها لحالة ممكن ينحرق وتصير طعمته مش عظيمة فدائما بنخلطه مع زيت الدورا بيكسر الطعم شوي وبتضل نكت الزيت الزيتون بمعنها قوية بيضله هي لزارة اللحمة لازم أنا بغسلها لك العطاعة اللي بالعظم أنا بغسلها بغسلها وبعدين بنشفها بورق المطبخ أوكي أحسن بحط شوية زيت بالطنجرة وبقلي اللحمة كمان تنسيف يعني كيف تنسيف يعني لفوق ولتحت لبين ما تاخد بس شوية هاي الطريقة أو هاي العملية بتخلي اللحمة جوسي بالنسبة للمقنوبة بس أعملي روز المصري بحط ثلاثة ربع مصري والربع أميركي ليش؟ روز الأميركي حبته شوي طوينة بتجانس مع المصري فبتعطي سبيس بين روز المصري بتخلي الحبة مفلفلة أكتر دايما تنجرة المقلوبة شو منعمل ناخد كمشة فوز ونحطها بقاعد تنجرة لتمسك كل المقلوبة ببعضها الاشياء اللي عم اتعلمها اليوم هي هكا انت لقلك بتقوليها عادة عادة بس انه اليوم اللي بيعرف المطبخ وبالفوت على المطبخ بيطلع وبيقول بالمشبرح اتعلمها بعدين شو منعمل هاتا تشوف تكترنا سؤال كيف بتعطي أسرارك للعامل بيش راف بحبه كتير وانت اتعرفت عليه بيقول لازم اعطي من هون باقد اتفوض غيرهم من هون بالزبط بالزبط اذا انا ما اعطيت وغيري ما اعطى كيف اللي جاي رح يتعطيها طب لماي شوية كلمية لغزين نطبخه لك وعشان ما تنحب نلتحات الشيء بيشاهي بشكل مش معاول شوية طنة عقصولة اه اه طبقة دو عم نعملها يلهية مع البيض طبقة دو طبقة دو كم انسون اه كم انسون اعطوه مجال نشف شوية صغيرة من تحت قبل ما تخلطوه رح نرش على الوش رشة زيت تحتين وهنا شو رايكم رح ارجع احطها ما رح ادوقة وراح هيك اسحمدها انا بحب الاكل شوية ملطوع رح نحضر لبن هون عصير ليمون كبه على حساس احطي عيسي ليم هلا زمانه احنا صغار ما نشوف ماما صبح سهل تنشفت المقلومة تلفه بالحرام وتحطه على الطابق ليش يا ماما؟ عشان يضل الصفنه والبخار يضل بقلبه وتنقلب معانا صح موسيقى يارب تقلب معي لازم تاخد وقت اكتر عشان تعرق اكتر عشان يمسك الروز عبعض اكتر بس نحن نحن جوعنين احطيك تاخد العقل قولوا يا رب يا رب يا رب تقربوها على الناس ما هو الوضاع؟ ايوه 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 موسيقى ما هو النفس؟ يا رب النفس يا رب الاحساس بين قاس الكلمات يا رب أولا الخبز اللي بنحطت من فوق ومتا الشيط قرشتها مثل ما لازم اللحم الغير شيكل اللي ما فيها ماء أبدا سنوبرا مثل الثاني وما بتعلك الفول قد ما لازم واللبن انطر له مضبوط مع الضحينة Without seeing proximا نستطيع انطراع ات الأبر نستطيع انطرح نستطيع أن ندها النهار تشعر الزيت ولمعدهم الحلوى يلمعهم مضبوط يحب بشكل أخر ليس معجلين ليس ملازقين هنا يمكنني أن أقول يا سلام ليس أن أغيرتك هناك كيف يأكل لقمة يسكر عيونه قليلا أغير تصغير في عمدة 10 سنين وأنت تذكر بخطة 6 شكرا 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 ملازقين 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 مصابر ملازقين ملازقين اشتركوا في القناة